أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفعي لدور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج الأجهزة الذكية وذلك من خلال سياغة برنامج مصري لتصنيع الإلكترونيات طويلة الأمد جاء ذلك في الورقة البحثية التي نشرها المركز ضمن سلسلة شبابنا يدعم قرارنا وتهدف الورقة البحثية إلى صياغة برنامج عمل لتوطين صناعة رقائق الإلكترونية في مصر من خلال تفعيل دور العناقيد الصناعية وذلك خلال الفترة من 2022-2035 وفي ضوء ذلك أو ضوء هذه التجارب الدولية الرائدة تعد الورقة البحثية نتاج رؤى وأفكار خلاقة من شباب البحثين لدعم متخذ القرار وتعمل على تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر